اهلا بكم الى موجز الانباء ونبدأه بهذا الخبر العاجل حيث اعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قوات النظام بشكل كامل على مدينة منبج شرق حلب وضيفة ان الشرطة العسكرية الروسية ستسير دوريات على طول خط الاشتباك شمال غربي منبج بدوره قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود في تسجيل صوتي ان القوات التي دخلت منبج وتدعي انها تتبع لقوات النظام هي قوات ياباكي التي كانت متواجدة بحلب المدينة قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستواصل كفاحها عبر عملية نبع السلام الى ان يزدهر الشمال السوري وتصل انقرة الى اهدافها واضف اردوغان خلال كلمة القاها في القمة السابعة للمجلس التركي في العاصمة الاذرية باكو انهم حتى الان انقذوا مساحة قدرها نحو الف كيلو متر مربع مما وصفها بالتنظيمات الارهابية مشيرا انهم مستمرون في العملية العسكرية الى ان يتم تطهير اخر شبر من الارهابيين اعلنت الحكومة العراقية تعزيز انتشار قواتها على الحدود مع سوريا ورفع حالة الاستنفار تحسبا لاي عمليات تسلل لعناصر تنظيم الدولة الى الاراضي العراقية وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي ان استعداداتهم مكتملة وهي تشمل قوات قيادة الحدود وقيادة عمليات الجزيرة ونينوى هذا الى جانب اجهزة وابراج مراقبة وكاميرات حرارية للمراقبة جاء ذلك بعد اعلان قوات السوريا الديمقراطية فرار المئات من عناصر التنظيم واسرهم من سجون ومخيمات كانت تحتجزهم فيها فرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا وطالبها بوقف عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها ان العقوبات شملت وزراء الدفاع والداخلية والطاقة الذين باتوا ممنوعين من اجراء اي معاملة مالية دولية بالدولار الامريكي وباتت اموالهم في الولايات المتحدة اذا وجدت مجمدة كما شملت العقوبات بحسب الخزانة الامريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين اخفق الاتحاد الاوروبي في اتفاق على حظر تصدير السلاح الى تركيا وتعهدت الدول الاعضاء بتعليق صادرات الاسلحة الى تركيا لكنها لم تصل الى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى المانيا وفرنسا وقال المجلس الاوروبي في بيان ان العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها عواقب وخيمة واشرى الى ان بعض الدول في الاتحاد اوقفت صادرات الاسلحة الى تركيا بالفعل اظهر مقطع فيديو عرضته وكالة ايروبيتلي الروسية مركبات مدرعة للجيش الامريكي وسيارات لقوات النظام تسير على الطريق الذي يربط من بجوعين العرب في اتجاهين متعاكسين جاء ذلك بعد اعلان الرئيس الامريكي عن خروج غالبية القوات الامريكية من سوريا مؤكدا انه لا يعارض ان يدافع رئيس النظام عن شمال شرق سوريا شكرا لكم على المتابعة انتظروا بعد قليل برنامج المخطط اشتركوا في القناة